كم عمليني فيديو جديد عن الباينار ريسرش اولا بده اخر فيديو عن الباينار ريسرش فالاول انت تفتح بلاي لست ده بتاعتي وتيجي عند بلاي لست باينار ريسرش عشان يعني انا بتكلم دلوقتي من الاخر مش رفوا ده هيبقى اخر فيديو ولا ممكن اعمل فيديوان تاني على ك 크게 مسألة تانى بس يعني في الفيديو ده انا هاباريك تشوف جيب مسألة الباينار ريسرش منين وا في نفس الوقت يعني عشان تتابع بلاي لست تبعها من الاول ان انا هحل و اقولك تجيب مسألة منين فطبيعي لو انت ما تبعش من الاول مش هتبقى فاهم يعني اهو ده الصيت اللي انا بشتغل منه اسمه progrover fun ده اللي بحب حل منه يعني لما حب حل على topic باجي على binary search هاجي هنا هلاقي في كذا مسألة او المفتح وده عدد الناس اللي حلوها وده عدد الناس اللي حلوها في groupات يعني هو مكتوب لك فوق مين حلها فين كل هتعمله رتب بعدد الناس اللي حلوها وحل يعني من الاسهل ويمشي على هذا الاساس والكروت دي كانت مش عارف الالوان بتاعت الكروت بتحدد الصعوبة وحاجة كده يعني المهم ان انت تترين فانت شوف اللي حلو الناس اكتر ابدأ بيه لغاية ما تمستر التوبك حبيت تحلها اكتر حبيت تحل الناس محلتوش هيستعلب الليفل بتاعك it's up to you يعني طيب اولا binary search ده طبعا لو فاكرين الفيجوليزيشن بتاعه المرة اللي فاتت انا خلييني الاول في ال problem السهلة interesting drink اللي احلها معاكم النهاردة problem interesting drink اولا انا انصحك ان انت تقرى ال problem وتحاول تحلها لواحدك لان هو ده اللي هيعليك لو انا قلتها وحالتها لك انت فاستفادش اي حاجة في اي حتة انت لازم تحاول تحلها انت حتى لو حالتها غلط ده طبيعي جدا ومش عيب طيب ال problem دي بتقولك ايه بتقولك ان الباشا ده هذا الشخص بيحب يشتري drink معين الدرينك ده ده اسعاره في المحلات المختلفة يعني ده اسعار المشروب في المحلات المختلفة كل محل ده سعر المشروب ب3 اللي هو بيحبه المحل التاني بيبيع ب10 محل التالت بيبيعه ب8 المحل الرابع ببيعه ب6 المحل الاخير بيبيعه ب11 طيب بيقولك انه هو كل يوم يقدر يصرف عدد معين يعني هو النهاردة يقدر يصرف جنيه بعد كده 10 بعد كده 3 بعد كده 11 على مدار الاربع تيام بيقولك بالفلوس اللي معاه هو يقدر يشتري من كم محل يعني اول يوم هو مع جنيه يقدر يشتري من اي محل لا ما يقدرش طيب تاني يوم هو مع 10 جنيه يقدر يشتري من كم محل يقدر يشتري من المحل ده او من المحل ده او من المحل ده او من المحل ده او من المحل ده ممكن يشتري من اي محل بالرقم اللي اقل من او يصرف على 10. اقل من او يساوي على 10. ركز في الكلمة دي. يبقى يقدر يشتري من 4 محلات. طيب هنا مع 3 جنيه يقدر يشتري من كم محل يقدر يشتري من محل واحد. طيب الاخير مع 11 جنيه يقدر يشتري من اي محل من المحلات دي. يبقى طول ما الرقم اقل من او يساوي يبقى انا قدر يشتري من المحلات دي. هتقول لي اه. اقول لك بالزبط. طيب تعالوا الاول نفكر في native solution او حل بسيط جدا. حل بسيط ان انا هرتب صح كده هرتب الارقام اللي عندي د يقول 3 6 8 10 11. ده حل native او حل بسيط رتبت. بعد ما رتب طبعا هم مترتبين بالvalue. وفيه index فوق. ده الindex اللي هو 0 1 2 3 4. الحل البسيط ان انا اعمليه كل مرة امشي. انا مديلي رقم او مديلي برايس بي. فكل مرة همشي على الاري ده لغاية موصل ان الرقم ده اقل طول ما الرقم اقل من او يساوي. في for loop كده همشي في for loop طول ما الرقم ده اقل من او يساوي تمام. طب اول ما يبقى الرقم اكبر من هبريك. يعني افضل ماشي عادي في for loop اول ما رقم اكبر من هبريك. هتقول لي طب ده حل جميل قوي وسهل. هقولك اه بس الحل ده هيجيب حاجة اسمها time limit. انت عندك time. الحل ده هياخد time add ايه. هياخد حجم الاري. انت ممكن تمشي على الاري كله كل مرة. في m. تمام. فين الاسوري في q. انت عندك 100000 في 100000. فده 100000 في 100000. وازاي تحسبها الثانية كانت بعشرة واستمانية. 100000 في 100000. واحد وقدامه عشرة صفار على عشرة واستمانية. يعني هتاخد حوالي 100 ثانية. فده كتير جدا يعني. لو عندك سانيتين بس. طب انت عايز حلة اسرع. طب ايه اللي سريع وبياخد log in وسريع جدا. البيناري سيرش بالزبط. طب بس انا ازاي اطوع البيناري سيرش هنا. لو فاكرين البيناري سيرش اللي انا شرحته. ان انا اول ما بلاقي رقم. بوصله. تعالوا نراجع على البيناري سيرش العادي. انا عمل لكم تريسنج عشان كده. تعالوا نقول ان احنا مسلا حاجة سمول. من حاجة لارش. اه خلينا في حاجة سمول كده تبين. اه. نختار البيناري سيرش. انا عايز step by step مش عارف ده ليه اعمل كده. تعالوا نشوف اه. ده يمكن احسن. اه. تمام. تعالوا نشوف الرقم اللي احنا بندور عليه. انا عايز حاجة تتريس بس عشان اوضحها لكم تاني. تعالوا نقول ان احنا بندور على رقم زي مثلا 33. تمام. step. اول خطوة ان انا باخد المد. اللو بتاعي. من بداية الاري لاخر الاري. في حد بيزمر جنبي في صوت عربية. طيب. وقت التزمير وانا بسجل طيب. مش هتبقوا سامعين قوي بص حارفين ده ضرب فوداني يعني. طيب. اللو بزيرو. الهاي بخمستاشر. والمد بسبعة. هتقول لي طيب تمام قوي. ده المد ده اللي هو بقي الاندكس. انا لو فاكرين. فكرة البيناري سيرش. ان انا كل مرة بقلل. بالنص. كل مرة بقلل مساحة البحث. للنص. طيب دي بعملها ازاي. انا بدور على رقم زي 33. فهاجي الاول في نص الاري. اشوف. هل هو قبل النص. ولا بعد النص. يعني بص كده هو بيقول لك ايه. طول ما ال 33. مش ال 33 دي اكبر. مش انا اكبر. يبقى انا كل اللي فده مش عايزه. هرميه. 33 اكبر وهو متراتب. يبقى اكيد الرقم اللي انا بدور عليه بعد ال 29. يبقى اللي الرقم اللي انا بدور عليه هيبقى النحيا دي. كل النحيا دي هرميها. فهيعمل ايه؟ هيمشي بص. هو رمى النحيا دي خالص. رمى النحيا دي ازاي بانه خلى اللو يساوي 8. خلى اللو يجي بعد الرقم ده. وهو ده اللي بنعمله. لو اكوال مد بلا ده اللي كنا بنعمله في الكود لو فاكرين. هتقول لي طيب تمام قوي فانا كده رميت السيرشي سبيس هاجي هنا. انا ودهر على تلاتة وتلاتين رقم زي تمانية واربعين. تمانية واربعين دي اجبر من تلاتة وتلاتين. يبقى هرمي كل اللي بعده. كل اللي بعده ده ملوش لازمة. ليه كل اللي بعده ملوش لازمة? لان هو اقل من تمانية واربعين. فاكيد هو هيكون المد هنقص منها واحد. يعني الهاي دي هروح جايب الاخير ده وقوله تعالى قبل المد. خلي السيرشي سبيس قلت بقت من هنا لهنا. طيب فادوس ستيب. فبقت السيرشي سبيس من هنا لهنا. هاجي عند المد. هيلاقي المد مش تلاتة تلاتين. هيرمي السيرشي سبيس. هيلاقي من هتبقى هنا وهنا بس. او الهاي هتبقى هنا بس. ستيب. بص كده. هتلاقيت تلاتة او انت لقيت الكي بتاعك اول ما تلاقي المد بتاعك بيسوي الكي بتطلع على طول. فالمد بقى يسوي الكي فخرجت. طيب ايه بقى التريك? او مش عارف اقولها لك ازاي. ايه المشكلة في المسألة دي. المسألة دي انا مش عايز رقم محدد. انا عايز طول ما انا اقل من او يساوي افضل شغال. يعني مسألة دي انا مش بدور على كي دايريكت. في المسألة دي انا عايز طول ما انا اقل من او يساوي برايس بتاعي افضل شغال. يعني او انا حطيت البرائس بتسعة مثلا. فانا طول ما انا اقل من او يساوي التسعة انا عايز افضل ابحث. طول ما انا اقل من او يساوي التسعة. وفي نفس الوقت عايز استغل لفكرة الترتيب. ان انا اقنص برضو نص الم مساحة عشان ماخدش وقت كبير. طب حاجة ازاي كده عملها ازاي ككود. تعالوا ونرجع للكود. بص يا سيدي انا هقول لك ان انا كده كده بالمنطق والعقل ان انا الريت والليفت مش هيتغيروا. يعني ايه الريت والليفت مش هيتغيروا. يعني انا الريت بتاع الريت كده كده لو لقيت السيرشي سبيس اكبر هارمي كل اللي بعدي او هارمي كل اللي قبلي. دي حاجة مش هغيرها. طب ايه المشكلة ان ما فيش يساوي. يبقى رول اللي يساوي هيتغير. تمام? يبقى انا كده. الكونديشن بتاع ال ايكوال مد لس ون مش هيتغير وار ايكوال مد مينس ون مش هيتغير. متفقين? طب امتى بقى? لو مد ايكوال ايكوال الفاليو اللي انا عايزها. لازم اغير. طب اغير هعمل ايه? هعمل ايه? الكونديشن اللي بيترمينات اللوب عندي. يعني انا اللوب بتاعتي. لو فاكرين طول ملوب اقل من ايكوال يساوي. الهاي صح كده? طيب انا عايز ان انا لما الاقي الفاليو اللي انا عايزها او الفاليو اللي انا بدور عليها في المد اعمل حاجة تخلي الكونديشن ده يترمينات. تمام? عايز اعمل حاجة تخلي الكونديشن ده يضرب او يقفل بس ما تاخدش تايم كبير. ايه هي بقى? او اعملها ازاي? فكر. انا حرفيا سهلتها لك قوي. انا هوريك الحل دلوقتي اديتك انتك كتير بس حاولت حلال واحدك. طيب. باختصار بسيط. احنا نعمل binary search عادي خالص. سيبك من السطر ده ممكن تكتب L plus R على 2 عادي. السطر بس حركة عشان تافويد الاوفرفلو. هي حرفيا دي كأنها برضو L plus R على 2 بس بعملها بحركة mass عشان ما تعملش اوفرفلو. ممكن تستعملها لو هتصيرش على long long. انا بس يعني كنت عاملها. اعتقد الحل ده من امتى? الحل ده من 2017. فعادي يعني انت لو كتبت L plus R على 2 مفيش اي مشكلة. طيب. نفس الرول. تمام? لو انا اكبر هرمي كل اللي بعدي. لو انا اقل هرمي كل اللي قابلي. low equal mid plus 1. هنا high equal mid minus 1. طيب امتى بقى? انا عايز اكمل. طول ما انا اقل من او يساوي. لو انا بساوي هعمل يبقى. هخلي اللو equal mid plus 1 برضو. هتقول لي نعم. هقولك اه. بص يا سيدي. عشان برضو تبقى فاهم. انا وصلت ان انا يساوي. تمام? هخلي اللو equal mid plus 1. لما اجعمل ال calculations. ايه اللي هيحصل? ايه اللي هيحصل? اللو هتبقى اكبر من high. صح كده? مش ال high equal mid minus 1. طول ما انا بساوي الرقم. انا بزود اللو. فهيطلع من condition ده. ليه? ال high equal mid plus 1. انا equal mid. اه سوري. ال high equal mid minus 1. يعني هي اقل من mid بواحد. انا هبقى ازياد من mid بواحد. فهل انا اقل من او يساوي ال high? لأ. انا بقيت اكبر من high. فالcondition هي terminate. فانا كده عملت termination للcondition او قفلت الcondition. وفي نفس الوقت لقيت الرقم اللي انا عايزوه. هتقول لي طب ده كلام جميل. هقولك بالضبط. طب انا لما رجع بقى هرجع ايه? ايه الرقم اللي انا بصيرش عليه? اللو. هتقول لي تمام. هقولك برضو في حاجة تانية ممكن تعمله. في ناس ممكن تحط variable ثالث. تسميه wanted او تسميه key مثلا. وطول ما كزا غير الكي. طول ما كزا غير الكي. عادي جدا. هنا انا برجع اللو عشان انا فاهم اللو هيبقى ايه? لو انت بتتلغبط فيها اعمل variable ثالث. طيب. يبقى انا نراجع الحل بتاعي. الاول هاخد ال inputs بتاعتي عادي خالص. وسيبك ما الصم دي. ملاش لازمة. مش عارف ليه معمولة. وبعد كده ده الرقم اللي عندي. هدخل ال groups. بعد كده هعمل sort. بعد ما sort كل مرة يديني رقم هبايني research. فانا كده بدل ما كنت باخد n في m. انا باخد n log m. تمام كده? سوري. باخد m log n. يب. m في log n. ده الرقم بتاعي او searching بتاعي. طيب ده حوالي يقدي ايه? ال m دي بمية الف. عشان برضو اه فاني ال m. اللي هي ال q سوري. او عدد ال m. انا و log 100000 عارفين بكام. تعالوا كده log tool 100000. عشان برضو. لقوا في في حتة كوميدية في الموضوع. انا مش عارف انت فاكرين log 2 اتنين قصة 64 ب64. ف log 100000. log 2 100000. هتلاقوا رقم صغير جدا. اش عارف ممكن يبقى عشرة ولا كام. 16. حقالي 16. ده رقم صغير جدا. يعني 16 خطوة. فانت كأنك بتاخد دلوقتي. دلوقتي بقيت بتاخد 100000 في 16. لو اقل من ثانية. 100000 في 16. حرفين? حوالي عشرة قصة سبعة. اه 16 قصة سبعة على عشرة قصة تمانية اقل من ثانية. حوالي نقص ثانية اعتقد. انت لو جيت كده هتبص هتلاقي هنا. خد قد ايه time. حوالي نقص ثانية بالزبط. حوالي 561 ميلي ساكن. فده وقت الليل جدا انت. ده هدف ال binary session. انت تقلل ال time. طيب على نفس الفكرة دي. بص بقى على نفس الفكرة دي. دي مسألة. المسألة ان انا مش مش بدور على رقم بحد عينه. المسألة ان انا بدور طول ما انا اقل من او يساوي خليك شغال. طيب ماذا لو قلتلك ان انا اكبر من او يساوي. جال لك مسألة تانية. بس عايز طول ما انا اكبر من او يساوي افضل شغال. مسلا انا عايزك تتخيل مسلا. هتلعب ازاي. يعني حرفيا انت بقيت فاهم. انت لازم تبقى فاهم ازاي تترمينات ال condition انت فاهم ال binary search. عايز اترمينات ال condition. عايز ازود. عايز افضل ماشي ازاي. فانت بتفكر جوة ال binary search على حسب المسألة. حتة في مرة. وانا هقولها لك دايما هي واضحة يعني. انت مش هتغير غير اللو او ال high. لان ما فيش اي variables تغيرهم في المسألة. فلو جات لك مسألة مشابهة. العب على حتة ان انا يغير اللو. يغير ال high. انا احاول اديكم مسألة high. في حاجة اخيرة بس هتدهلكم في مسألة الوحديها وهي اسمها binary search على function. عمتا التلات مسائل او التلات انواع مسائل دول موجودين هنا. على ال program fund هتلاقيهم. وهتلاقي اكتر منهم واصعب منهم كمان. بس انا حبيت اديك يعني ال comment او الانواع المشهورة. يعني انا كده شرحت المسألة دي ايه حاولت اشرحها بقدر الامكان. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب. شكرا دعمك تشجيعكم بتسم. السلامة فيديوهات. سلام. اشتركوا في القناة